السلام عليكم. السلام عليكم. انا نتحدث عن جميع ادوية روش. قبل ما نتحدث عن روش نفتكر نقطة. اول باير عندها المحاصلة الزراعية. وقابوت عندها الالبان مع الاجهزة. عندنا بورينجر عندها اكتر من 40 منتج في الانيمال هيلز. عندنا دوقتي باير بتتكلم عن الادوية والدياجنوستيك. الدياجنوستيك مثلا هي الحاجات اللي بتساعد في التشخيص. عندنا مثلا بتوفر يعني لو جبنا في المعامل كده سواء كان معامل التحليل والباثولوجي. عندنا بتوفر سولوشن زي سوفت وير وكده يعني عندنا في اللاب والكالينيكال السيب يعني كل الحاجات بتاعتها. اه درجة يعني في حاجات تشخصية معينة تستهدفها. بتوفر ده حاجة زي كده. البرودكت اه والسولوشن عشان نصنع الدياجنوستيك وصناعة عموما في في الفارما. اللهم صلى على النبي فهي هي تنقسم الحاجتين. الدياجنوستيك والادوية. الدياجنوستيك عن طريق الانسترومنت والديجيتال هيلز سولوشن والانفيترو تيست. فده يعني انطبرا حاجة جانبية بجانب الصناعة اللي عملاقة عندنا في الادوية. يعني شركة روش عندها من الادوية اللي بيستسيلر. زي مثلا الافاستن والهرسيبتن والمابسيرة. يعني فيها برضو حاجة اسمها الورفان دراج. يعني ده مثلا بيعالج مرض نادر. محدش بصناعة اللي هي او مفيش منافسة. هنشوف ده مثلا في الام اس واللي هيموفيليا والسولواتيومر برضو في بعض المنتجات. هنالكلام دلوقتي هو في كزا كلاس يعني هناخد اول دلوقتي تلك كلاسات. كلاس السولواتيومر وبعد كده ادوية الجدول وبعد كده الانيميا. هنبتدي دلوقتي في السولواتيومر عندنا تسع ادوية. هنبتدي باول دواء وهو الهيرسيبتن. اه الهيرسيبتن اه ده ده البراند عندنا عندنا في منه التركيزات المية وخمسين وربعمية واربعين وستمية. ده بيصدم المية وخمسين بسبعة تلاف وربعمية واربعين باربعتاشر الف والستمية عمل اربع عشرين الف. الربعمية واربعين هيرسيبتن شركة امجن عملت منه كاجينتي ده بسبعة تمنمية. يعني التركيزات مثلا لو فيها عندنا مية وخمسين وربعمية واربعين ستمية ممكن لها شركة تانية عملت حاجة من التركيزات التلاتة بس بنسبة تانية وهنشوف ده وضو في السلسف مع الهيرسيبتن المادة الفعالة بتاعته ده احنا هنا في البرست كونسر عندنا في الهيرسيبتن في اربع منتجات السلوتيومر عندنا الهيرسيبتن عدلنا المادة الفعالة عشان يدينا الجاة صايف بعد كده رقم تلاتة حاجة اسمها البريجيتا ده مادة فعالة تانية بعد كده رقم اربعة الفيسجو خليط من رقم واحد الهيرسيبتن التراستوزوماب ورقم تلاتة البريجيتا البرتوزوماب تمام فبعد كده قلنا الهيرسيبتن بتركيزاته التلاتة وامجين عملت زيه بعد كده رقم اتنين عندنا الجاة سيلي في منه تركيزين المية والمية والستين المية بسبعة وعشرين الف والمية وستين بتلاتة واربعين الف ده طورنا المادة الفعال عشان نعالج الميتاستاتيك بريست كانسر بعد كده رقم تلاتة البريجيتا ده برضو في طبع برضو البريست كانسر ده عمل خمسة وعشرين الف بعد كده لما عملنا خليط من الرقم واحد ورقم تلاتة قالوا الهيرسيبتن والبريجيتا عشان يطلع في الفيسجو آآ ده منه تركيزين التركيز الاقل باربعة وستين الف والتركيز الاعلى مية وستة الف بعد كده آآ بعد كده عندنا الرقم خمسة الزيلودة الزيلودة المادة الفعالة بتاعتها ده في في الكلوريكتال كانسر والجاستريك آآ دي بألفين خمسة وسبعية في خمسمية ميلي جرام مية وعشرين قرص شركة الحجمة عملت يعني الاسم من نفس المادة الفعالة آآ بعد كده هنخش على تار سيفا تار سيفا في منها تركيزين المية ميلي جرام والمية وخمسين ملي جرام المية ملي جرام بخمسة واربعين الف والمية وخمسين ملي جرام بستة وخمسين الف آآ ده شغال في الل لانجальная الانج كانسر ده علبة فيها تلاتين قرص موت ميل جرام او مية وخمسين اسعار معالي زيما اننا شايفين المكانيسما بتاع بعد كده الدول اللي اللي بعد كده توسيك تيكستريك آآ ده اللهم صلى على النبي ده دواء عامل ميت الف جنيه ده بيشتغطن في الميكانيز بتعمه ممايز جدا اا نون سمول سل لانج كانسر اا يعني الجملة دي ممكن نعمل ادواء كتيرة جدا غالية يعني في نون سمول سل لانج كانسر المادة الفعالة بتاعته اا 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 اتي زولي زوماب اا اللهم صلى ده 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 عامل ميت الف جنيه يبقى كده احنا قلنا كم دواء قلنا المفروض تسع ادوية قلنا الهرسيبتن والكاتسيري والبريجيتا والفيسجو اا دول كده اول اربعة بعد كده خمسة وستة وسبعة قلنا اا قلنا الزيلو ده والبديلو بتاع شركة الحكمة وبعد كده قلنا ديكسنتريك ديكسنتريك اللي هو نون سمول سل لانج كانسر اللي عامل ميت الف وقلنا اللي هو التلاتين قرص بتاع اسمولك اا اا بعد كده فضلنا الرقم تمانية الافستن الافستن ده قلنا هو الهرسيبتن والمابسيرا دول التلات ادوية دول في الااا في اللهم صلى على النبي اللي هم بيبقى اكتر حاجة بيباعو يعني بستسرار الافاستن بيفا سيز يوماب دافل برين والكولوريكتال كانسر في منه تركيزين المية وربعمية تركيز اه اسعارهم تقريبا نرخيصة من الف لتلات الاف تقريبا بعد كده رقم تسعة الالي سينسا الالي سينسا يبقى الالي سيتينيب اه ده بتمانين الف في مية وخمسين ميلي جرام ميتين اربعة واشرين كابسولة برضو يبقى احنا كده قلنا تسع ادوية اه من اول الهرسيبتن لحت الالي سينس اه الهرسيبتن والافاستن اه ده الهرسيبتن والجادسيل والبريجيتا والفزجو دول اربعة عشان البريستا كانسر البداية البتاعي يعني شركة الحجمة لما عملت حاجة زي الزيليو ده ده من الحاجات الحلوة جدا اه طب في التسع ادوية دول في السلط يومور كانسر عندنا مسلا روشيتا مكتوب فيها هيرسيبتن لازم مسلا التركيز يمع مكتوب حد مسلا بطلب مننا هيرسيبتن او بتطلب انت بتطلب هيرسيبتن لازم عارف تركيز ايه طب لو لقيت ايه ممكن ارجع للدكتور وفي نفس الوقت برضو يعني الادوية الكنسر دي من الحاجات اللي لازم لها برينتر عشان اه يعني عشان اه ما طلعش ده بقتك مكان دوا طب لو فيه دوا مسلا زي مسلا اه دوا بتاع الهيرسيبتن ربعمائة واربعين ده هنا ربعمائة وعشرين طب انا عندي دوا بتاع شركة امجن ومش عندي بتاع شركة روش يعني لازم دايما الواحد بيكون مركز بتاني تاني حاجة هنتكلم عن تاني نقطة وهي ادوية الجدول عندنا روش عندنا زولام وزيبام عندنا مسلا لو قلنا زيبام اه البرومازيبام عندنا مسلا الريفوتريل ريفوتريل شركة روش عندنا اللي زيها طبعا الابتريل ابي الصوفيكس ابيكس اموتريل امو امون اه بعد كده عندنا ريفوتريل روش وعندنا اه ليكسو تينيل اه ليكسو تينيل انا عايز اللي هو البرومازيبام اللي هو نفتكر الفاليوم اه بعد كده عندنا الزولام الميدة زولام دورمي قب ده الاسم الميدة زولام افتكر برضو البرزولام ده زانيكس زانيكس بتاع فيزر اللي بصنعه في مصر مين فياتريس اه او ادوية الجدول التاني اه الانتدوت بتاع حاجة اسمها فلو مازينيل شركة روش عاملة اه اللهم صلع النبي الانيكزيت الانيكزيت ده الانتدوت بتاع بتاع البنزو دايزيبين فلو مازينيل توزيع الشركة المصرية عامل الف ومية تالت نقطة هنخش على الانيمية اه الانيمية عندنا الميرا سيرة الميرا سيرة على عامل 위해 اي بويتين بيتا في بنها تلة تلكزات الخمسين والخمسة والشرعين والمية وبعد كده لدينا دوين والريكورمون انا شفت. اه باعده فيمنه اربع تركزات الاتنين والثلاثة والاربع والخمسة ده التركيزات بتاعته برضو واسعاره برضو مش غالية. يبقى عندنا والميرة سيرة. اه تركز وانت بتقال لك مسلا انا عايز حون الكرمون. كرمون دي طبع ايبسة. دي حاجة اه يعني ده كلاس تاني. اما هنا في بتاعة في الانيميا. يبقى عندنا في الانيميا وعندنا المير سيرة. بعد كده هنكمل برضو بشوية ادوية. عندنا مسلا اول ده هو الكونا كايون. ده فيتامين كي. اه الكونا كايون. طبع شركة روش. ده كلاس لوحده في السيولة وكده يعني اللي هو الفيتامين كي. اللهم اصدعوا عن نبي بعد كده الجراني سترون. عائلة سترون. اه احنا قلنا الزوفران جالاكسو اه اندا. ده جراني سترون. كتريل. كتريل روش. امون بتصنع امكس. ام امون. جراني ترايل. ده ايجي فرما. اه قلنا طبعا ده لترجيع. اه بعد كده هننتكلم عن المبسيرة. المبسيرة اه ده طبعا البلود كانسر. المبسيرة او الريتوكزان. يعني ممكن مسلا حد انا بيكشفها على دكتور ممكن ما كتبش المبسيرة ويكتب ريتوكزان. المبسيرة تركيزات المبسيرة. المية على عشرة. والخمسمية على خمسين والالف ربعمية. المية باربعة الاف. والخمسمية عمل حداشر الف والالف ربعمية عمل واحد تلاتين الف. فالمبسيرة من الحاجات الحساسة جدا. يعني التركيز الكتابة يعني برضو ما ينفعش برضو اكتب ريتوكزان اكتب مبسيرة والتركيز مش واضح. اه واكتب يعني لازم برضو كنت ملمي يعني وكتابة تقوم بالبرينتر. اه ده بيستطن في الوتوميون والانتينيوبلاستيك. ونهان لينفوما والسيل كرونيك ليوكيميا. فده من البلاد كانسر اه بست سيلر. هنقول له تاني برضو كمان شوية فعما مع البلاد كانسر بستها. انا قلته دلوقتي كده عشان في الورقة. بعد كده ناتيولان. ناتيولان ده عمل ستونة وسبعين جنيه. دايما الالكالياتينج ايجنت بيكون نقصة. هي مكتوب جنبها هنا في لما شفتها عد راجع يعمل فدايما يعني لو حاجة ايجنت شغالة طب ليه ما نوفرهاش وكده يعني. اه بعد كده عندنا نيو ميركا زول. ده القربي مازول. القربي مازول ده تبع شركة سيد في الانتي سيروين. اه نيو ميركا زول ده مستورة. وشفته اكتر من مرة يعني وبيتباع. والقربي مازول دي باناقص يعني فدايما يريد الشركة تنتج منه كتار يعني حب هلوين او تشوف حد ما عايز صنعه يعني. اه بعد كده عمدنا الري اكوتان طبع قسم الجلدية. الري اكوتان بتركيزة العشرة والعشين من اكتر الادوية المشهورة في الخليج يعني دايما نقولك انا عايز ري اكوتان لحب الشباب. اه عندنا هنا في مصر شركة الاندالوس طبع براند النيتلوك. النيتلوك في الايزو تريتونين. بالنسبة لكلمة تريتونين في منها راس طبع حاجة اسمها فيزانويد. فيزانويد سبعة ربعمية. ده سبعة تلاف ربعمية في انتنيو بلاستيك. اه ده بر مصر. جوا مصر عندنا شركة اسمها انكو فارما. اه هي تقريبا المسؤولة عنه دلوقتي. بعد كده عندنا المضادات الحيوية عندنا حاجة اسمها الروسيفين. الروسيفين اللي هو سيفتريكسون. الروسيفين تقريبا ما شوفتوهش او ما بقاش ينزل حاجة زي كده. اه من اكتر الادوية اللي انا بحبها في السيفت راكسون بتاعزو راكسون شركة اه المهن. وعندنا البروستيجمين اللي هو نيوستيجمين اللي هو بيزاود البارا سيمباسو ميماتيك. بعد كده نكمل اه طبعا يعني ادوية روش معروفة بالأورفن دراج اللي هو دويا مش مش ويعالجوا ألا دويا معين طبع شركة روش. لكن مثلا الهوموفيليا مسلا بيعالجوا ده اه يوم دا في الهيموفيليا لو جينا الطبعا الام اس عندنا اشهر دوا لاكري تلتمية ملي جروم لكل عشرة ملي ده ضايل عشان ينفيشن ده في ده عمل مية واتنشر الف اكري ليزيوماب اكري باس اكري ليزيوماب واكري اكري فدائما يعني الاسم والمادة الفعالة هاتنين برضو شبه بعض ده الدواء الغالي اه مية واتنشر الف اه روش ده في نيورو ده عمل مية واتنشر الف ده ستين ملي جرام في التمانين ميلي المادة الفعالة بتاعته حاجة اسمها ده في نيورو يبقى قلنا اللهم صلع النبي في الهيموفيليا وقلنا في النيورو عندنا قلنا وعندنا اه اف رس دي اف رس دي اه بعد جده هنتكلم عن البلاد كانسر قلنا المابسيرة في الروتوكزان قلناها من شوية قلنا يعني الاليسنس ينفع في اللهم صلع النبي في السولوتيومر والبلاد كانسر فضلنا الجازي فارو مية ميلي جرام اه في الاربعين ملي ده عمل ثلاتة وستين الف اي في انفيوجن المادة الفعالة بتاعته حاجة اسمها اه اوبي نودو زوماب في اليوزيز بتاعه في الميكانيزم بتاعه مميز ممكن نقرأ عنه تمام اه يعني قلنا دي بقى في السرطان الدم عندنا ثلاث حاجات عندنا المبسيرة والجازي فارو والاليسنس تمام الشركة روش طبعا من الحاجات اللي يعني المرأة يعني قلنا لو ما صلع النبي عندنا وعندنا 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 صحة المرأة في السيرفيجال والبريست كانسر والاوفيريان كانسر وهنشوف طبعا لو جينا فتحنا القناة على اليوتيوب يعني بيستضيف يعني كتير من النساء يعني كل واحدة بمشكلتها ببليليست خاص بيها بتحكي مشكلة يعني دايما يعني عادي تقريبا راجل ممكن يصب بمرض ويموت الست يعني تقريبا لو تصب مرة لازم نعليجها بقى اه والتشخصات بتاعته يعني التشخصات وكده يعني بين شركة افضل الشركات للباسولوجي والمايكروبيولوجي والماركتر والماركتنج الماركتنج اللي هو يشغل في قسم الماركتنج بحد ذات ومش مع الدكاتر او كده وفي الابحاث برضو يعني كان نشر وراءات بحسية قوية اه بعد كده هنتكلم على او السلسط السلسط في الميتين وخمسين والخمسمية انا بعط بالتصم منه ثلثمية وخمسين والخمسمية والخمسمية نوفارتس ورش شركات سويسرية نوفارتس عندها ساندوس وقالكم في العيون وساندوس برضو طبع نوفارتس اللهم صال على النبي بقى كده قلنا فيه شركة عندها تركيزين فالشركة تانية تقلدها وتعمل تركيز تاني ده حصل في المايفورت كلماء وتمانين وتلتم وستين ساندوس قلدتها تمام فطبعا احنا قلنا السوق كبير فاحنا بنشارك بشاركوهم في الربح مثلا يعني هيخد لو بدأ السلسلة مية في المية فالمية فورتيك او المية كوفينوليت نخش مسلا ممكن حد ما ناخد اكتر من نص اه بعد كده عندنا اوسلتا مافير اوسلتا مافير او التامي فلو ده عامل متين واربعين جنيه ده في الانتي فيرال وكده يعني بعد كده عندنا الجان سايكولوفير والبال جان سايكولوفير الجان سايكولوفير عندنا حاجة اسمها صايمي فين ده اربعة وتامنين كابسولة بألفين ستمائة واربعين ده برضو انتبيرل يبقى عندنا فوق الجان سايكولوفير انتبيرل وفوق الوسلتا مافير ده تامي فلو ده برضو انتبيرل ده كان التامي فلو مشهور طبعا ممكن استعموه ده كاتر يستعموه بأدوية البرد اه كان اللي عرف يوفر منه تعريبا في الكوفيد اه وفر منه كميات كبيرة والاكسور بتاعه ما تعريبا بداخل في خمسات سنين يعني هو التامي فلو الجان سايكولوفير عدلنا المادة الفعالة بتاعته في بال جان سايكولوفير عامل ثمان تلاف اللي هو ستين ارس بربعمية وخمسين ميلي جرام اه تمامي بقى كده قلنا ثلاثة ادوية في الانتي فيرون اه كان فيه ده زمان لو انتنسمع عن الاورلي ستات او الاورلي ستات كان فيه ده ومستورت زمان تبع شركة روش كان اسمه زينيكال ده بس دلوقتي ما بقىش ينزل يعني بدل ما نجيب الهارفا والفي تارم عندنا زينيكال كان هيبقى من الادوية كويسة اه بعد جده هنتكلم عنها الاكتمرة اه يعني ممكن نوفينا شوية الاكتمرة من الادوية يعني تقريبا لو تاجر بيتاجر في الادوية التلاجة والادوية المستورة كان في وقت من الاوريات كان ممكن يتسمى بالاكتمرة يعني اسمه فلان كزا لا ده اسمه فلان اكتمرة الاكتمرة ده فيشطاهم في اه في منه تلات تركيزات الاكتمرة متين ربعمية تمانين تمانين الف تلتمية والمتين تلاتة ستمية وربعمية ستة ستمية ده بيصدن في الروماتويد ارسرايتس اه الروماتويد ارسرايتس اه الاكتمرة يعني يعني حاجة يعني اقول لك الحاجة انت مسلا دلوقتي شغل على دواء لازم مسلا لو اياكم مسلا فلازم مسلا تكونوا عارف الادوية كلها وعارف كل دواء كلاس عامل ازاي او مسلا اللي اعلية سارتين لازم برضو عارف كل دواء طب طب ده ميزة عندها طب طب ممكن دواء مثلا زي بعد فها مثلا اضافت حاجة تانية فا اضافتها اه الاكتمرة هنا مسلا داخلها في حاجات كتيرة جدا يعني اقولنا هنا الروماتويد ارسرايتس وممكن لو انت شغل على حاجة الروماتويد ارسرايتس عارف كل حاجة طب الاكتمرة التركيزات التركيزات بتاعتها طب الميكانزم طب 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 اه اا او مسلا انت يعني ده لو انت مسلا من برا اه من برا بتزاكر حاجة او طب انت لو شغل في مستشفى طب ايه بتطلب منك طب انا ايه اللي عندي? ايه اللي عندي? لازم طب الاكتمر عدت علي مرة مش حارف التركيز فاني اعرف التركيز عشان عدت علي. اه طب هي موجودة عندي جوه من فاشت ما موجودة عندي جوه مسلا وانا مش عارف ادي كرسة. اه بعد كده. بعد كده عندنا حاجة اسمها في ال اه بس تريما ما شفتهاش يعني اللي شفته بتاع ايبكس والديلاترول بتاع كيميفارم. اه بعد كده عندنا اللي هو مصال على نبي. حاجة اسمها اهnytين اتن وستين ملي جرام في اه متين وسبعين كابسولة. اعمل اربع 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 ا sécur صف المادة الفعيلة بتاعته ده في الجلطات وكده يعني فالمادة الفعيلة حياتي حاجة اسمها آآ بري فيني دون. عندنا عملة بير بردو فينوكس. بردو فينوكس. ده تسعتاشر رافية. البرند عمل اربع واربعين. والجينيريك عمل تسعتاشر. طبعا ده كابسولات في علاج الجلطات وكده يعني. آآ الله مصالع النبي. بعد كده عندنا عندنا اخر دواد قريبا. لا مش اخر ده. آآ آآ جراتي زيانو. ده سوفو سوفو سوفوفير. سوفو سوفوفير عندنا شركة او مصانع جلياد آآ مفكر ان شاء الله عمل عنها حالة. آآ دي من الشركات المميزة برضو. يعني بتعمل حاجات برضو كويسة. فعندنا البرند هنا شركة جلياد السوفال دي. آآ سوفو سوفوفير اللي بتاع الفيروسين. عندنا شركة روش عملت حاجة اسمها جراتي زيانو. ربعمائة ميلي جرام في تمانية وعشرين ارس. بعد كده عشان برضو فاضل كزا حاجة وخلص خلصنا اوه معلش طولت. آآ الله مصالع النبي عندنا في امراض المعدية. دي اخر حاجة. عندنا آآ عندنا الله مصالع النبي خمس ادوية. يعني مضاد ضعاية. قلنا الروسي. قلنا الاكتمرة قلنا الاكتمرة تقريبا الحاجات اللي دخلها في حالة كتير زي قلنا اروماتويد. آآ يعني لا الاكتمرة بالنسبة لي مهم زي وزي السلسبت. زي وزي زي المبثيرة او الريتوكزان. آآ وقلنا التم فلو. قلنا عندنا اخر ده وهاختم به. حاجة اسمها آآ بولي في مية واربعين ميلي جرام. عامل مية تسعة واربعين الف. المادة دي لارج ال بيتا سيل بي سي والمفوما يبقى دي ال بي سي ال. ده لو مش هينفع سعادة من الفلستيم سيلو كده. وشكرا.